المترجم للقناة شكراً كتير أنت كيفك؟ ماشي الحال عرفتي أنه أفرجوا عن صالح أفندي اي صح هلأ أعرفت كان عندي بدي أتشكرك كتير على الشي اللي عملته معنا بدي خدمة منك لو سمحت تفضلي موضوع التعويض بدي منك يعرف صالح أفندي أنه عمر هو اللي دفع بظن أنه هلأ رح يتصل فيك بعتصر ما بقدر عمر بيك طلب مني ما خبر حدا اي لحق معك بس ممكن المحامي اللي بيشتغل عند حضرتك هو اللي يجاوبه كيف يعني تليب خانو يعني فيك تقول أنه المحامي ما كان عنده خبر برغبة عمر مثلاً طيب مثل ما بدك وفات حلو كتير عن جد شكراً كتير لحضرتك لا ولو الله معك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 توليب توليب بابا رح نظل مؤقتاً بس لبين ما لايش غلي مرتب هي خجلتني كتير بيها كابريتا وقلب الطيب ياريت شائد الارض بلعدني الله يوفى اللي الخانو بنتي مسعودي قومي لشوف تصليلي بالمحام توليب خانو يلا عادي شوي خدي نفس حبيبي أغتي أنا ما باقدر أشمالك يستي بدر رشاكي لا تفرقيني لحالي يا حبيبي لا تحفيبي لا تخاف أهد أكيد عمر بيك أغتي أنا ما باقدر أشمالك أنا بموت سصليش دكتور عمر ما عم تستي تنفسه لازم أسعب توليب يا عم خلاص لا تخاف لا تخاف شهاد أنت بتعرف من دفع التعويض بالدعوة اللي رفعتها ناجية من ترجع موتوليب خانم يعني طيب شكرا كتير بابا مين هو؟ احكي بابا شو صار؟ الدكتور هو اللي دفع المصاري ففكرنا أنه توليب خانم اللي دفعت حتى جوري راحت وتشكرتها كل هالمشاكل جوري اللي عم نعيشها بسببك انتي وفوقها رحتي وحضنتي عن جد ما بتستحي على حالك انتي مالك مرباية صح؟ شو جوري؟ يا ربي شوفي؟ جيبي هدول ادوية توليب خانم شو هدول ست خالدة؟ ادوية للقلب؟ دكتور عمر كاتبون كمان اجيتها نوبة؟ والله بعد الفضيحة اللي تسببتو فيها مبارح اذا بصير اي شي لتوليب خانم يمين علي اني بحرقك انتي وكل عيلتك عم تفهم علي بحرقك؟ ان شاء الله ببسطي ست جوري يولا لا تبلش يروحي براس منخيري تركيني بقى انتي بنوب ما بطلعلك تحكي اصلا توليب اللي من حقة تاخد روحك يعني انا شو اللي عملتها بله؟ انتي عن جد عم تسألي؟ شو ما اسمعت يا شو قالت بعد انضيحتك المخلوق انتك ست بتعرفي لو انه انا مكانة بهاي اللحظة كنت موهتك بيدي يتنتين هم 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 اعاكف تورغوت رجل الاعمال الوسيم والمشهور في مجال السياحة والذي قام بتحويل مخفر تاريخي للشرطة إلى فندق سياحي يعلن عن رغبته بإعادة تصميم الديكور الداخلي للفندق ألو عاكف أنا بعتذر عن كل اللي صار بالفترة الماضية يا مجد رجب فندي ما بيروح من بالي أنا بطلب تسامحني بسوي أهال بنتي كتير وحكي عن شرفي ما عرفت كيف يخصار ياريت لو كنت طنعش دو وقتها ياريت أنا اللي متت وما كنت سبب موته اللي كاتبه الله صار هاي حال الدنيا الله يرحمه أمين يا رب دائما كان رافع العصاية علي هو بحياته ما نذالي باسمي شي غبي شي حمار ومنها الحكي بس بتعرف شغلة يا عمي صالح طلع لما بيموت الأب بينكسر جواتك شي أنا ما بعرف شو بدي إيلك هالحكي ما منه فيدي أبدا باعتذر منك ومن إختك فيهان وبتمنى تتعوضوا بالأحسن بعرف يا عمي صالح كل اللي صار حادث مو مقصود أنا كمان موصح اللي اعتذر منك أبي لما قال إنه شاف جوري مع هداك الدكتور وحاضنين بعضهم ما بعرف شو اللي صار لي ركب فيني عرق الحيواني وإنت بتعرفني ولا تنسى ما كان مارئ على كتب الكتاب غير إسبوع بعرضي ما كنت عرفان إنه أبي سكران وعم ألف من عنده هالقصص صدقني لهيك خطفت بنتك اشتركوا في القناة